مرحبا مشاهدينا اليوم حلقتنا من الحلقات الاستثنائية اللي عودناكن انو بكافي بريك تقطع من وقت ثلاث تاني فاليوم الحلقة رح تكون عن فن يمكن تعرفتوا عليه معنا ويمكن اكيد بتعرفوا لانو السوشال ميديا صار ملين من هيدا الفن هو الباند واللي عرفتنا على هيدا الكلمة هي معنا اليوم فهلأ بتتعرفوا عليها شخصيا يمكن تعرفتوا عليها بالاسم بسكال ابو موسى بس اليوم رح تتعرفوا عليها ديريكت او مباشرة وشخصيا فهاي بسكال هاي فابيان مرسي نشكر الله بسكال اهلا وسهلا فيك اليوم بكافي بريك متل ما قلت للمشاهدين انت اللي عرفتيني على الكلمة كلمة باند ورح نحكي اليوم مطولا عن هيدا الفن اول شي بتحبي هيك تعرفين عن حالك اكتر شو عامل اختصاص الفاند هو اختصاص ولا هو يعني انت مختصة بهيدا الفن ولا شو اختصاصيك بالاصل لا انا هندسة داخلية وسينوغرافية اوكي بس هوبي يعني هي هوبي عندي اه هيوية اكترى ايه هي تعبير لانه حسب ما راح نحكي ونفسر للمشاهدين بعدين انه هي كنية عن تعبير بطريقة مهضومة ايك بتوصل اسرع اوكي يعني اذا حدا حب يعمل هيدا الفن هو بدو يروح يتخصصه ولا هو متل ما قلنا فيه يعمله هيوية هلا فيه تخصص طبعا اهلا منو موجود بلبنان ليه هو اكتر بيفوت بدومين الانيميشن اوكي فيه يعمل انيميشن ديزاين بس مش بس انيميشن كثري دي يعني كما البعض بيعرف لا هي أكتر صارد ككارتونز ويعني هوه كتير كبير اوكي بس منو موجود للأسف ببلادنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يصير موجود ان شاء الله اكيد إنه كتير حلو. أنا لو ما بحبه ما حتى طلبت أنه أنت تساعديني بالحلقات وتبقي تعطيني من البانز يعني أنت اللي عرفتيني على الكلمة مثل ما قلت وإنت اللي كنت تعطينا من الصور تبعي وحتى شرب الصايغ يعني بدأ لكم مشاهدينا انترونا لإخر الحلقة تتعرفوا بفيديو على شرب الصايغ يمكن صرتوا تعرفوا شوي عنه ورح تتعرفوا عليه أكتر بفيديو بإخر الحلقة فانترونا لإخر الحلقة. باسكال بي أول فقرة رح بلشها أنا وإياكي رح نحكي فيها عن الفرق بين البانز والكاريكاتور والكارتون فشو بتقدر تخبرينا عن البانز عن هيدا الموضوع كيف الفرق بينتون؟ هلأ البان هي بتشمل كتير قصص لأنه فيها مجموعة من هي إذا بيكتعرفي عنها كبان هي فيه اللي نحنا عم نعمله بالإجمال هو اسمه فيجوالبان. البان هي لعب على الكلام يعني حتى وليم شيكسبير كانت فيتة حتى يسوع يعني أول من استعمل البان البان هي لعب على الكلام بس يعني أوقيت وتت لعبي على الكلام بتفوطي فيهم صورة تشبهية عرفتي كيف. وهن يعني كمان كان يستعملوها بالنكت يعني دايما في لعب على الحكي بالنكت اللي هي بان. هلأ كفجوالبان استعملت لوجوز استعملت كا كوت أوف آرمز لهن الشعارات الملكية عبر التاريخ. كمان بالبوسترز كل شي لوغوية متل هون عم نشوف آيديا يعني الآيديا هي اللمبة هي اللي هي صوريا اللمبة هي بترمز للآيديا. فمتل هون سيرتش يعني عم بنمزج الصورة مع الكلمة هايدي هي البان في بوستر بانز كمان. وفي بانز دخل لون متل كارتونز أو كاميكس متل ما راح نشوف. وفي بانز دخل لون كاريكاتور يعني البان هو الأمبريلا إذا بدك. طبع كل هيدول اللي بيتفرعوا معها. الفرق إنه الكاريكاتور هي بلشت هي كلمة إيطاليا إيطالية اللي هي كاريكاري. يعني إنه بل كأنه أنت عم تشحن الصورة. يعني هي overload. يعني كلمة كاريكاري بالإيطاليا هي شحن. يعني لأنه أنت بالكاريكاتور ببيزوا عن غيره إنه هو بتلاقي الصورة distorted. مبالغ فيها. مبالغ فيها. يعني هو نوع من سخرية بلس وبيضحك كمان. أكتر شي بيستعملوا للكاريكاتور نقد سياسة بأغلب الأوقات. مضبوط. أو كشخصيات. لأنه هو شغلة الكاريكاتور إنه بشيل شخصية حقيقية. بيخدها مثل ما هي بس بيبالغ بشكلها. أديها الفن صار قليل شوي. يعني هلأ صار نادر ما بقا هم نشوف الكاريكاتور. تعرفته بده موهبة عالية وبده يعني سبحان الله بتكون هوية فيك. موهبة بده يحب يشتغل كلهم يعني بيفوتوا بالجرافيكس إذا بدك. اللي بيشتغل جرافيك ديزاين بيفوت أكتر بتاريخ ومتعرف عليهم كلهم. ويمكن بعدين بيتخصص يعني بفوت أكتر بيوروب وبأمريكا بالعادة مش مثل عنا نحن نحن نعرف بكل شي. مع أنه بيقولوا بيقولوا عنا أنه الأجانب برأيهم أنه شواء من كل شي هو ماشي. في أستاذ مرة قال ليها بلندن. أه أكتر. بانما هني بيتخصصوا. يعني حتى بيفيلد الإنتيريور إذا بدك. يعني إذا بدك ما بيسمحوا لحالهم أنه يمكن. يتعدوا على شي مش لقلهم أو على اختصاص غيرهم. هاي القصدك فيه يعني بس أنه. بيفوتوا بالاختصاص على الآخر لأنه. يعني كل شي بيتفرع منه كثير شغلات. ها أكتر. هلأ إذا بدنا نرجع على ستة الكوميكس. الكوميكس هني مثل كأنه أنت عندك مشاهد. أوكي. هي طريقتها يعني بس لنسهل للمشاهدين شوي. كأنها كارتونز بس هي منا كارتونز. لأنه الكارتونز هلأ بحكي عن الفرق بين كارتونز والكوميكس. يعني هون عم نحكي نحن هي هاي دي كوميكس. ها. أوكي. هي بان وكوميكس بنفس الوقت لأنه هون في لعب عن الشوت. أوكي. لأن الشوت يمكن شوت بالكاميرا. مزبوط. ويمكن شوت بالفرد. بالفرد. عاشتي كيف. هاي دولة إكزامفلز عن كوميكس. بوليتيكس أكتر. بوليتيكس أكتر. هاو دي كوميكس؟ كوميكس. أوكي. الكارتونز هي أكتر. يعني الكوميكس بتفوت متل بالكتوب إذا بدك. هاو دي يعتبرو. يعني هني بان بسينة إذا بدنا نقول. أوكي. هاو دي يعتبرو كارتونز هلا اللي عم نشوفون ولا هاو دي. هاو دي كومبينيشن. هاو دي إكزاكلي فيهون كارتونز وفيهون بانز. أوكي. وفي منون كارتونز. يعني آخر صورة ما رأيت. اللي هي عن نابوليون إيام الحركة في كين عم بقصمه بين هني وإنجلند. هادي كارتونز سياسي. بس مجبولة كمان في فيت فيها كوميكس. لأنه الكوميكس هني مشهدية. أوكي. كيف عندك تانتان؟ تانتان هني كوميكس. المشهور. باند السيني نحن عم نعرفون. اي بس هني كوميكس. داكا. يعني هولي بيفوتوا بالكاريكاتور بتنزل بس بالجرايد. إذا بالمجلات. بينما هوليك كتب. كانوا بعد المحطات يفوتوا بالأخبار كمان. صح. لأنه هي شي سياسي أكتر. بيفوتوا فيها ناقت سياسي أكتر. أو انتقاد لشخصيات أو لا يضحكوا. بينما بس تفوتي كارتونز أكتر. الكارتونز فيها كذا ستايل بالإجمال. فيها شكلة ستايلز. والكارتونز يا أما هي كتير سيمبل. هي متل سكتش. يعني انت عم بتاخدي. هي 2D. أوكي. أوكي. هلأ صاروا 3D لأنه تطور الزمن. بس إنه هي بالأصول إنه 2D. في ستايل تاني بيزيدوا على هاتشز. يعني متل كأنه انت أو بتعبري عن إنه واحد عم يركض بتحطي له شحطين أو زيح ورا عرفته. هيك. وفي ستايل تالت اللي هو رياليستيك أكتر. هلأ هيدا الرياليستيك. واقعي أكتر. إيه الواقعي. فتطور لحتى هلأ لأنه فيه بروغراميات مثل 3D. فصارت عم بتبين أكتر حقيقية. هلأ بعدين بيجع بيمروا شفية صور بيبين. مثل هون. هيدا كاريكاتور هيدا كارتون. مثل الفرق. إيه نبين الفرق معنا. إنه بتحسيها هيك فلات أكتر. هون هادي عم نشوف هون. هيدا هيدا هاي متبلش من ستايل للتاني. يعني هيدا أول شي البداية. شغلة البداية اللي هي سكتش. هيدا هون نحنا عم نشوف كارتون. إيه هيدا كارتون. كارتون. أوكي كيف منبلش آه شغل. يعني انت بتبلش بأول صورة الزرقة إذا فينا نقول. إيه هيدا أول ما بتبلش. بعضين بتطورية لتصير ملونة بالآخر هيدا الفاينل. هلأ الكارتون بيعرض لك أوقات بس شغلة واحدة. بينما الكوميكس هن متل سلسلة من المشاهد. الكوميكس. اللي هن بتشوفيهم مثل بقصص تان تان. أو سميرفس السنافر. هيدول كلهم كوميكس. كوميكس. نسميهم كوميكس نحنا بنعرفهم بباندس. مازبوط. هن كوميكس. هن كوميكس. لأنه انت عم مثل كأنه عندك ستريبس. مثل كأنه عندك مقاطع. من واحدة للتانية. وبعدين بيحطولك حدون. كالهن فيه سبيتش عم بيصير. هيدولي كوميكس. يعني متل ما شفنا باسكال. هالفن كله شو ما كان اسمه. شو ما سميناه. عم بيكون كتير حلو. لأنه الناس بتحب تتسلة. وبتحب يعني. اشي هيك تساعدها هي. ما هو هدفه هيومر أكتر. يعني الدحك. إنه كوميدي. عم بتمرق المسج بطريقة مهضومة. هي هالفكرة. حالو كتير. هلأ باسكال رح ننتقل لفقرة. لحتى نعرف المشاهدين أكتر على البانز. إذا كان موجود يعني. هل هو فن جديد ولا فن قديم. فخلينا نشوف شو رح نشوف هلأ عن البانز. عن تاريخ البانز. منبلش فيه. متل ما قلت وانت ذكرتش شوي عن الموضوع. إنه فيه الكاتب المسرحي الروماني. بلوتوس. كان مشهور باللعب على الكلام. يعني متل ما منقول البانز هو اللعب على الكلام. وبلش من زمان. يعني هلأ رح نشوف كيف موجود. كان بمصر القديمة بالصين من 300 سنة قبل المسيح. بالكتاب المؤدس. متل وقته يسوع حكي لبوتروس. قال أنت صخر وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي. هون كمانا كان فيه لعب على الكلام. كان موجود كمانا عند شعوب المايا وباليابان. عبر التاريخ كان اللعب على الكلام كان هو يعتبر يستعمل كمانا أنه متل كلمات عنده نفس اللفظ. بس المعنى بيختلف. بتحب تقليلنا شي عن هذه الصورة. هلأ الصورة اللي مرأت قبل. هيدا استعملوهن بالشعائر الملكية. هيدا شعار ملك للملكة إليزابيت. الأم. الميدنين طبعها أو الاسم بالمعمودية فينا نسميه. هو بيعني أسودة وقص. يعني كالسهم. سهم. مظبوط. مشان هيك منلاقي بالشعار فيه أسودة. أه اسمها هي كاليزابيت هيك. نو مش إليزابيت الميدنين طبعا. أوكي. كتير حلوة المعلومة يعني. أنه دايما بيجربوا كانوا يلاقوه للأسم. صح إن هيك بلشت. حتى الرئيس روزفلد تيودور روزفلد. كمان لأنه اسم روزفلد بيعني حقل من ظهور. فكمان بالشعار طبعه كان محطوط ظهور. وكأنه في حقل. في طريقة مختصر يعني استعملون هيك. مش بس كالوجوز مثل ما شفت لهم. حتى بالشعائر الملكية كانوا يستعملوا. إذا كان الاسم بيعني فجربوا إنه يصوروه طيب يبقى. أنت تعرف دايما بس يصور الواحد الشغلة. بتبطل بالعقل. أو بتبطل بالحكة بس. فبتسطيها أكتر. مزبوط. لأنه الفيجين بيثبتها. دايما النظر بيثبت هيده. محطوط تروح من راسك. هيده رح نحكي عنا هلأ. مثل ما قلتي يعني هيدا الشي اللي حكيتي. الفيجول بانز. مثل ما قلنا فات بالشعارات بالرموز بالأوسمة بأوروبا. مثل ما حكينا. كانوا يستخدموا النطوء على الأسلحة كمان. حتى كشعارات النبالة. يعني اللي هلأ قلتي لنا إياهون كمان. وبهولندا كان فيه الجيبل ستونز اللي هني حجار عليهم نوتو إيت. هلأ كمان بيقطعوا الصور على الشاشة. وبنشوفهم أكتر وأكتر. هني هالفن الكتير حلو. أنا ما كنت شايفتهم يعني بقى كتير فن حلو. البانز متل ما حكينا. انه هو هدفه دايما انه يكون فيه ضحك ويكون فيه كوميدي أو إيت. حتى صار فيه عبر التاريخ وعبر الهلأ عن جديد بسنة الـ 2014. صار فيه مصابقات لأفضل شخص بالبانز. كتير كتاب استعملوا هيدا الطريقة مثل ويليام شيكسبير. والبانز عادة كل شخص بيفهمه بطريقته حسب كل واحد من أي بيئة جاية. فكتير أوقات يمكن كتير مسرحيات باسكال أوقات منحضرها أجنبية. ما بنلاقيهم كتير عم بيضحكوا هنه نحن أوقات يمكن ما بنقدر نتفعل معهم. هيدا لخصوصية لأننا لعب على الحكي. لأننا. يعني اللي بيلغتنا نحنا منلعب على الحكي فيه بدحكنا يمكن غيرنا ما يفهمهم. ما يقدر يفهمهم. بيناما الصورة بتوصل بكل الأحوال. مزبوط. هيدا السرق بين الفن كفن كلعب على الحكي وبين الصورة. صحيح يعني الصور اللي ما نشوفهم مثلا على السوشيل ميديا. هودا يمكن منهم بلبنان معموليين معموليين من برا وبيوصلوا لنا. بس ما منلاقي حالنا غير عم نفهمهم بسهولة. وهي أقوى أقوى تعبير هي الرسم والصورة. كمان البنز دخل بأسام المطاعم والمحلات وحتى بعنوين الأفلام. كمان هلأ رح يقطع كم صورة لتسئيت مثلا. صح لتسنهي الخصة. الخصة. تايتانيك. يعني الكلمات هيك فيه فيه إبداع يعني فيها كرياتيفيتي دايما. بالإعلام كمان استعملوا هيدا الطريقة لأنه بتشد المشاهد إنه يحضر. بيصير يتحمس أكتر إنه يحضر البروغرام. هي طريقة أوقات كمان بتطر الحالة أو الوضع للفكاهة. يعني كل شي بالفكاهة بتحسوا هيك بيغير الجو. والوضع بيصير أقل جدية. يعني دايما وقتا نقطع الفكاهة هيدا الشي بيبين. كمان متل ما ذكرتي بباسكال حكينا بي موضوع إنه البانز بتكون هي طريقة لتسهيل الحفظ أكتر. يعني منحس حالنا إنه بهيدا الطريقة بيفوت المسج أسرع. البانز يعني اللي نحنا كنا نحطهن بحلقتنا هني من نوع أكتر الكارتون. هي فيها كارتون أكتر. هيدا ستايلي أكتر لأنه بتحسيها فلات. فلات أكتر. هي سكتشز يعني أنا بستعمل سكتشز أكتر. هيدا 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 الفكرة فكرة تاريخ. بحكينا فيها عن تاريخ البانز. فهلأ أنت بدلا ننتقل معك إذا فيه طرق جديدة باستخدام البانز أو حتى يعني بيه هيدا الفان. هلأ هو مثل يعني مثل كل شيء الليه علاقة بالرسم وتعبير. هو فيه كون سكتش محمول على الإيد. ومنه بيتفرع فيه كتير بروغرامات هلأ. هلأ غرافيك. هني بيسهلوا أكتر عملية التلوين أو إخراجها إذا بديك للصورة أكتر. يعني مثل عم نحكي فوتوشوب، كارلدرو، إلاستريتر. فيه كتير بعض بروغرامات متقدمة أكتر. أنه سكتشوب. فيه كتير بروغرامات أكتر يعني إحنا نحن مش سامعين فيها. بس هي بتساعد أكتر. بتساعد أكتر. يعني بدل ما يقضوا يلونوها أكيد قبل كانوا يشتغلوا عقيدهم. بدل ما يشتغلوا أكواريل صار فيه بروغرامات لحالة بتعطيكي هيدا الصورة بالآخر. يعني النتيجة إذا بديك. يعني إن شاء الله هيك دايما يطوروا بهيدا الفن لأنه عن جد فن حلو. هو فن للمستقبل. يمكن هلأ صارنا بعصر لأنه السوشيل ميديا وعصر السرعة. الناس ما بقى إلى جلادة كتير تسمع قد ما قالها جلادة. تشوف وتشوف وتقرأ أشياء سريعة وتقدر تساعدها. وأصلا هي تغريب توصل يعني حتى مشان هيك كمان استعملوهم بوسترز. في كتير بوسترز فيهم بانز. كمان مزبوط. الأفيشات طبع الأفلام من قبل لهلأ خصوصي بالسيكستيز. لأنه بلش يعني أكتر صار مدوع. على طريق الإعلانات كمان. أصلا بالحرب العالمية التانية كمان استعملو كتير. هيدا الفن طي عبرو عن قصة سياسية أو قراء. من دوم ما يبينه عرفته بالسيمبوليزم دايما يعني بتلاقي هيدا الرمزية. من واجهة ديب. حلو كتير. هلأ نحن معوادين باسكال ومنحكي بحلقاتنا عن ومن. عن امرأة. شوي بالدمان يعني بتكون بهيدا المجال اللي عم نحكي فيه. اليوم نقيت لحلقتنا امرأة يمكن بسمة الـ 1822. بس كانت بوقتها هي روزا بونار. رسامة كانت كتير مميزة لأنه كانت من أولى النساء اللي اشتغلت بهيدا المجال. وقدرت تترك أثر بهيدا الدومان. خلينا نتعرف عليها سوا هي ابنة رسام. واما كانت تعذف على البيانو. من عمر الست سنين بلشت ترسم. واما هي اللي كانت تعلمها الأحرف كيف تعلمها الأحرف. انها ترسم الحيوان بيبلش اسمه بهيدا الحرف. هي عم ترسمه هيك تعلمتها انها تتعرف على الأحرف. ومن هون يبلش حبها للرسم. والدها اللي هو اسكار ريمو كان بيهتم كتير انه بتعليم المرأة والمساوات مع الرجل. كان مدير لمدرسة التعليم لتعليم الرسم للبنات بباريس سنة الـ 1803. بعد وفيت والدها استلمت روزا لإدارة هيدا المدرسة مع واحدة من خييتها. هي صغيرة وقدما كانت تحب هيدا الرسم. وبنفس الوقت كانت كتير متعبة يعني كانت كتير شخصيتها هقتها قوية. فما كانت يمشي حلب ولا مدرسة لتعليم الرسم. فبايا قرر انه هو ياخد على عاطقه هيدا الشيء. خاصة انه كان عنده شيء كما أو شيء موحد وبنته اللي هو يحب لرسم الحيوانات. فمن هون بلش هو إياها هيدا المسيرة. بعمر الـ 14 سنة يعني بسنة الـ 1836. بعتها بايا على لوف لحتى تتعلم الرسم والنحت هونيكي. وهونيكي كانت أصغر لتلميذ. يعني لكي قدي هالموهبة كانت كبيرة. لكي عم نشوف السور هالسور اللي كتير حلو اللي هي رسمتها واللي انشهرت فيها. بعمر 19 سنة بايا استأجر بباري بيت حد مزارع. مزارع بتربي بعض الحيوانات. فكانت هونيك تروح كتير وكتير كانت تحب لأنه هونيكي نميت موهبتها روزا بونار. وبمراقبة الحيوانات. فمن هون متل ما شفنا الصور اللي قطعت. فيها الدقة وهالقدة كانت. سيئة مشهدية لقطة الحركة طبع. كل شيء. كل حيوان كيف عملي. شخص كتير مميز. عرضت بباري من الصور اللي قطعت شفناه هون. اللي هو الخروف والماعز. أو الأرانب تقطب الجزر. من ورا هاضي الصورتان بلشت شهرتها. وصارت كل سنة تعرض رسومتها بباري. وصارت تبيع لوحاتها. وصارت تملك المادة لتسافر بكل أنحاء البلد. لترائب بس كان هما أنها ترائب أكثر الحيوانات. يعني الإخواري في البقر والسيران. لحتى تنمي موهبتها أكثر وأكثر. بعمرة 23 سنة. عرضت 18 عمل بسالون دو باري. وكانت تعرض نوحو تيتا كمانا. لأنه كانت كمانا مشهورة بالنحت. بس تخلت عن الموهبة. لأنه خيا كان كمانا نحات موهوب. فكمانا لحتى ما تضارب عليه تركت هيدا الفن. من بعد ما أخذت الميدالية الدهبية سنة 1848. الحكومة الفرنسية طلبت منا لوحة كبيرة لتكريم تراث حراسة الحقل. باستخدام قوة الحيوان. وبلشت ترسم اللي هي. اللي هي. كمانا قطعت الصورة اللي هي الحراسة في نيفرني. كانت المرأة الوحيدة اللي عملت هيدا العمل الرائع. وبهيدا الحجم بوقتها. وصارت برات المنافسة بسالون دو باري. يعني خلاص. صارت رسومتها وصلت توصل دغري. وعملت كمان على الفنزون دوفين. وشهرتها صارت تنتشر عبر الدول. فكانت التقت برؤسة الدول بانجليترا و بسكوتلند. كانت تبلش النهارة بكير كتير. هيدا دايما بيميز الأشخاص اللي كتير نجحوا بالحياة. فهيدا منلاحز انه دايما عم تتحكي. الفنانين المزاجية. اه 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 هيدا لكن مش كتير بيوافق اليوم. بالعادي ما بيناموا كل الليل. ما بيناموا منها. اه اه اوكي لكن ما بتوافقني الرأي باسكال. اه مثل ما قلنا. كانت تبلش النهارة بكير حتى ترسم بالطبيعة يمكن. لحتى تكون بيهدوء كتير. كانت من القليلين اللي رسموا الحيوانات. واللي بيميزها بوقتها هو مثل ما قلنا الرسم بالخارج. يعني يمكن كانوا الليل اللي يطلعوا لبرا لحتى يرسموا. رح ننتقل. يعني حلقتنا هالقدة كانت سريعة وما حسينا بالوقت. بقى رح ننتقل لحتى نتعرف على شرب الصيغ. لانه وعدنا نحن المشاهدين انه نحكي عن شرب الصيغ. ونعرفهم عن شرب الصيغ. فرح نشوف هيدا الفيديو سوا. ومنرجع من كافة. مرحبا. انا اسمي سابق صيغ. عملي شكوكي دي تاني. انا من جويل اهل الريخ الخاصة. اهلي حكونا بالسربال. وصالت شكيتني بالسربال. تعلمي فيها. وبالسهل فيها. وبالسهل فيها. وبالسهل فيها. بالدزاين. يعني هنا ادف الكتوب. ادف الكتاب. ادف الكتاب. ادف الكتاب. ادف الكتاب. ادف الكتاب. ادف الكتاب. يأد فيها. بسبب الكتاب attشتنا. كنا يا لا تحصيحين. ادف الكتاب من البطل من المشيء. وحكونا بالسرطة. ادف الكتاب تغيير. ادف الكتاب. كنا من المشيء. أمامي أدوى على بورنشنين كلاسيق السيدة وهبطي شهد بهالي مجال مرسي مرسي لك شاربيل مرسي لك دائما على هذا الفن الحلو بالرغم من الصعوبات اللي دائما متل ما لاحظنا شاربيل منزاوي الاحتياجات الخاصة وباسكال بتعرفه لشاربيل كمانا مرسي دائما لإلاك على هالفن الحلو اللي بتعطينا إياه ودايما بتقدم لنا هالباند السيني الحلوين باسكال هلأ بي بعد في شغلي بدنا نحكيه أنا وإياكي على السريع اللي هي بي إذا بدنا نحكي عن فقرة سبيرتواليتي شو بتخابرينا عن البانز إذا فينا نحكي بي عند المسيحية إذا فينا نقول يعني المسيحية الأول بسبب الاتحاد كان أول بان بيطلع معه اللي هي رمز السامكة اللي هي الكلمة اليونانية لأنه بوقتها كانت هيدا اللغة اللي هي إكتوس لأنه إكتوس باليوناني اللي هي سامكة سو استعملوا رمز السامكة و بلاس إنه كل يعني كلمة إكتوس متل ما شايفين هلأ هي بتاعني يسوع المسيح ابن الله المخلص هن الأحرف طبعا هن بيعملوا كلمة إكتوس اللي هي السامكة حلو كتير مرسي على حلقتنا اليوم و إن شاء الله هيك دايما يكون في هالبانز اللي دايما بتبعتيلنا إياهون مرسي على اللي قطعه و مرسي على اللي رح يجو كمانا مرسي لألك و لا مريم تي في و لا تقديرك لهيدا الشي و ننطرك دايما بالماني كما رح نقدر أو منظل نشوف إذا منقدر نشوفك بعد على تي في بس نحنا منشوفك دايما بالفن نقلرت مرسي حلقتنا اليوم خلصة مشاهدينا و منطرونا دايما بهيدا الوقت ثمانة وربع و الإعادة خمسة ونوص و ما تنسوا ترجعوا تحضروا الحلقة على اليوتيوب باي اشتركوا في القناة